اشتركوا في القناة والريبولاريزيشن والهايبر بولاريزيشن اضافة للريستينج ممبراين بوتنشل من المحاضرة الماضية بدي تركزولي على كيف بتتم عملية اللي هي كيف بتتم عملية فتح واغلاق القنوات بمعنى لما يكون شو القناة اللي بتكون فاتحة سواء الصوديوم او البوتاسيوم في حالة اللي هي الريبولاريزيشن بتسكل الصوديوم تفتح البوتاسيوم في حالة الهايبر بولارايزينج شو القنوات اللي بتفتح شو القنوات اللي بتسكر هذا كله يتمرتبط بوجود اللي هي تكوين الاكشن بوتنشل وعودته الى الوضع الطبيعي بمعنى انه الاكشن بوتنشل او ما تسمى ب اللي هي بسموها ريستينج ممبراين بوتنشل معنى السفينتي هاي لازم تكون دائما خارج الخلية موجب وداخلها سالب باعتمد على توزيع الايونات من الخارج الى الداخل طيب وتوقفنا المرة الماضية عند الاكشن بوتنشل بروبوغيشن بمعنى انه لما كان عندنا بر موجب خارج الخلية اوتسايد بوزوتيف وانصايد نيجاتيف كان في عندنا منطقة فيها عملية تعادل للشحنات هاي المنطقة وخاصة بداية اللي هي الخلية العصبية بنسميها site of action potential موقع تكوين السيال العصبي موقع تكوين السيال العصبي هذا باعتمد على ايش باعتمد على دخول الايونات وخروج الايونات من اللي هو العصبون لذلك action potential generate local currents that tend to depolarize the membrane immediately adjacent to action potential يعني action potential بالعادة بيحدث لما تفتح قنوات الصوديوم ام لما يجي المؤثر على الخلية تفتح لما يصير في عندنا اللي هو site أو signals فبالتالي لما يفتح قنوات الصوديوم بيصير عندنا عملية تبادل وهاي المرحلة دقيقة جدا وقصيرة جدا لا تتعدى واحد بالألف من الثاني مشان هيك بده قولنا وين بتجه السيال العصبي شوفوا هاي الخلية العصبية لاحظوا هاي منسميها dendrites أو اللي هي cell body للخلية العصبية وهذا الاكسون وهنا في عندنا اللي هي البندلز الآن الـ action potential بدي يتجه باتجاه اللي هي البندلز مشان هون يجعله يصل لآخر إش النواق العصبية يفتحها واثر على الخلية طيب لو جينا قلنا الـ action potential يسير باتجاه واحد when debolarization caused by the local current reached threshold new action potential is produced adjacent to the original one شو معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام إنه لما يحدث debolarization في منطقة معينة هاي مثلا صار فيها debolarization الآن المنطقة اللي بعديها بالـ action للـ nerve cells بتكون جاهزة لانتقال إلها انتقال الـ action potential إلها لذلك هون إذا صار في عندنا وصل لـ 3-should رح ينتقل للي بعدها هاي المنطقة ما بيحدث فيها action potential بعد ما يكون السيغنال مر عنها لذلك بسموها absolute refractory period فترة الجموح المطلق لذلك اتجاه السياء العصبي رح يكون باتجاه واحد لأنه الـ action potential is produced adjacent to the original one رح يحدث action potential بالقرب أو بجانب الـ action potential الـ original لهذا اللي هو original one اللي هو هون بيبدأ من اللي هي الخليل العصبي بتستقبل الإحساسات وهالـ action هذا اللي حكينا عنه بده يصير فيه إلو تبادل شحنات هالتبادل هاد خلال ثواني معينة فبيحدث وبحدث اللي بجنبه وهكذا وينتقل اللي بجنبه اللي بجنبه حتى يصل لآخر السياء العصبي لذلك الـ action potential propagation تكوين الـ action potential هاد بحدث in one direction هاي شغلة مهمة كثير كيف يعني in one direction بحدث بone direction because the recently polarized area of the membrane is absolute refractory period نفس الفكرة اللي حكيت لكي لأنه المنطقة اللي صار فيها تبادل بين الـ ions سواء كانت الشحنات الموجبة أو السالبة هذه لا تستجيب لأي مؤثر آخر لذلك بضطر الـ action potential انه ينتقل للجهة المقابلة مشان هيك هذا الـ absolute refractory period هون هاي شايفينه باللون الأصفر أكثر غامق هاي الفترة لا يستطيع أن يتجاوب الخلية العصبية مع أي مؤثر مهما كان لذلك في حالة معينة منقول أحيانا خلال الصدمة الأولى ما بيستوعبش الواحد الشو اللي بيصير معا نتيجة وجود الخلية العصبية في حالة من الفترة الجموح بعد فترة بيصير يعرف أنه أصيب كثير من الناس مثلا بيقع أو بنجرح أو كذا في المراحل الأولى في المرحلة الأولى ما بيشعر بهذا الألم لكن بعد فترة بيصير يبدأ ليش لأنه في عندنا إشي اسمه absolute refractory period absolute refractory period إذن refractory period هاي المرحلة مهمة كثير هون هاي المرحلة بيصير فيها إشي اسمه تجهيز الخلية العصبي لاستقبال سيال عصبي جديد because the recent polarized area of the membrane is an absolute refractory period and cannot generate an action potential إذن هذا هو السبب أنه السيال العصبي يصير باتجاه واحد السيال العصبي يصير باتجاه واحد action potential propagation of care in one direction because the recently depolarized area of membrane is in absolute refractory period and cannot generate an action potential يعني إذا بدأ هون السيال العصبي بدي يتجه لهون ثم يتجه إلى المنطقة هاي ثم يتجه المنطقة الذي يليها ليش ما بيرجع للخلف لأنه المنطقة اللي مشى من عندها ال action potential داخلة بمرحلة سبات يعني بنقدر نقول مش سبات وإنما مرحلة إعادة ترتيب الأيونات بحيث بره يصير موجب وجوه يصير سالم هاي المرحلة بتكون مش فاضية بدها تستقبل اللي هو بدها تستقبل السيال العصبي جديد لذلك قاعدة بترتب أمورها هاي بسموها absolute refractory period ورح نشوف كمان مرحلة ثانية موجودة بالخلية العصبية أثناء انتقال السيال العصب بسموها absolute relative refractory period يعني فترة جموح نسبي إذن غرفنا ليش بتتجه باتجاه واحد السيال العصبي لأنه المكان اللي صار في original action potential بكون اللي قبله قاعد بجهز بنفسه حتى يستعيد ال resting من brain potential حتى يبني مخازن الصوديوم مخازن بوتاسيوم داخل الجسم شوفوا هذا ملخص اللي حكينا اللي هين معظم العمليات اللي صارت العملية الأولى سوها resting condition هاي حالة اللي هي site of original action potential أو ما تسمى ب الحالة الطبيعية للخلية العصبية شوفوا هون direction of action potential propagation direction بهذا الاتجاه راح نشوف ليش ما برجعش بهذا الاتجاه طيب اذا هون صار في عندنا rebolarized membrane restored to resting condition هون كان فيه سيئة العصبي بس صار إله إشي اسمه restored restored هذا مهم كثير إنه يرجع عبي قنوات الصوديوم وقنوات البوتاسيوم شان يرجع الحالة لل resting membrane potential طيب رجع عندنا هون إشي اسمه relative refractory period relative refractory period شو بال relative refractory period rebolarized membrane relative refractory period بكون هذا الغشاء مر من عنده action potential لكن بعده مش متعافي تماما بسموها نسبي فترة جموح نسبي يعني ممكن تستجيب وممكن ما تستجيب إشي الخلية للمؤثر بتكون زي اللي لسه مش متعافية ومش عاملة اللي هي balance ion around the membrane وكون بره موجب جوه سالب صح بس إذا كان قوة المؤثر كثير قوية ممكن يستجيب لذلك سموها relative لو مشينا لقدام شوي منلاقي هون مركز العمليات هون في عندنا بالمرحلة هاي site of present action potential هون صح مر على هاي المرحلة لكن بالمرحلة هاي قاعد بعمل تفريغ للشحنات الموجب لجوه وإخراج الشحنات السالب لبره فلاحظوا هون في عندنا negative هون عندنا positive هلا بسموه site of present action potential بهالمرحلة هاي بكون depolarization إزالة استقطاب عن الغشاء لذلك هاي سمناها absolute refractory period بهالمرحلة هاي لو ييجي أي مؤثر مهما كان قوي amplitude of signals or stimulus ما بصيرش استجابه ولا يتم إنتاج action potential جديد ولا يتم إنشاء action potential جديد بمعنى إنه absolute refractory period هذا معناته إنه عملية التواصل وانفتاح الخلايا وتسرب قنوات الصوديوم وتسرب شحنات البوتاسم بتكون شغالة لذلك بسموها اللي هي absolute refractory period طيب لاحظوا عندنا هون ما قدر يرجع للخلف ما قدر يرجع للخلف لأنه هاي relative لذلك بد يمشي للأمام بنيجي على resting condition هاي resting condition resting condition بنسميها الحالة هاي إنه لسه بتجهز بنفسها حتى يجيها اللي هو ما يسمى بالحالة الطبيعية للخلية العصبية هاي بتكون polarized but soon to be depolarized by local current from adjacent site هاي الحالة هذول الأربع مراحل اللي بيمر فيهن تكوين action potential شو هو action potential هو السيال العصب الناتج عن وجود مؤثر because there are some of stimulus وال triggers to creating action potential إذن المرحلة الأولى هاي resting هاي relative refractory period هاي absolute refractory period رجعنا مرة ثانية للresting إذن كل وحدة بدنا نعرف resting شو قنوات الصوديوم والبوتاسيوم الصوديوم والبوتاسيوم are closed closed هنه كان depolarized ورجع نتعافل مرة ثانية عمر repolarized relative refractory period ممكن يكون فيها استجابة وممكن لا لأنها relative absolute بكون شغال action potential resting condition بتكون تنتظر بوصول اللي هو السيقنال اللي عندها هاي الأربع عمليات إذن هاي الأربع مراحل ضروري جدا نعرف كل مرحلة ماذا يحدث للغشاء الخلية طيب لو ودينا انتقلنا هنا بدي شرح لنا absolute refractory period وحكيت لكم عنها إنها في هالمرحلة هاي الخلية غير قادرة على استقبال أي سيال عصبي في هالمرحلة هاي مرحلة اللي هي بسموها انشغال الخلية بتكوين السيال العصبي بمعنى آخر الممبرين is set to be in its absolute refractory period this occurs when voltage gate of sodium channels are open and when the inactivation gate of the voltage gate of sodium channel blocks the channel at the peak of action potential شو معنى هادا الكلام بقول إنا متى تحدث the absolute refractory period فترة الجموح المطلق هاي اللي غير الخلية الفترة هاي غير قابلة على إنها تستقبل أو غير قادرة أنها تستقبل سيال عصبي بسموها this occurs when voltage gate of sodium channel are open لما تكون قنوات الصودي مفتوحة أو inactivation gate للصودي blocks the channel at the peak of action potential بمعنى إنه تحدث the absolute refractory period لما الصوديم are open and or when an activation gate of sodium the voltage gate of sodium channel blocks the channel at the peak of action potential بمعنى إنه قنوات الصوديم لغاية الآن ما أغلقت مشان ترجع مرة ثانية يصير توزيع للشحنات مشان هيك منقول activation gate للvoltage gate of sodium channel blocks شو بلوكس إنها عملت زي إغلاق أو ظلت الحل فاتحة at the peak of action يرجع توزيع الأيونات حول الغشاء فالحال ها يمكن تستقبل أي مؤثر خارجي following absolute refractory period there is an interval during when second action potential can be produced but only if the stimulus is considerably greater than usual absolute refractory period في مرحلة الانتير بال ها تقديما second action potential cannot produce وهذا ما باعتمد على قوة الغشاء أو بمعنى آخر قوة ما تسمى اللي هي العملية كاملة باعتبار هي عملية منشغلة الخلية فيها ما بتستطيع أنها تستقبل سيال عصبي ثاني لكن في عندنا مرحلة ثانية ممكن تستقبل فيها سيال عصبي وتكون فترة الجمه يسمها relative refractory period هاي لأنها relative refractory period بعد ما يصير عندنا تخزين للأيونات الموجي ببره وتخزين الأيونات السالبة بالداخل بسموها after hyper polarization magnitude of depolarization needed to reach threshold potential is greater than normal بيكون عندنا السيال العصبي اللي أجا أو السيقنال المؤثر قوي كثير قوي كثير to reach threshold potential is greater than normal بيكون قوة المؤثر قوي كثير كثير بحيث إنها حتى لو الخلية كانت تتجاوب هاي بسموها relative refractory period إذا صار في عندنا فترة الجموح نوعين إما بيكون Absolute أو بيكون Relative. هذا بيعتمد على وضع الخلية العصبية على وضع الخلية العصبية إذا كانت في مرحلة اللي هي Exchange أو بيكون عندنا الصوديوم سكر قنواته تماماً بيكون في عندنا Absolute. لكن إذا بعد l-After Hyperpolarization المagnitude of Depolarization need to reach 3-shall potential. بدها مؤثر قوي حتى تصلى 3-shall عارفين شو معنى 3-shall شدة العتبة هي الدرجة اللي بتستجيب إلها الخلية العصبية. إذن هذول الثنين مصطلحين بدي تعرفوهن اللي هم Absolute Refractory Period و Relative Refractory Period طبعاً إذا بيكون توضحوا أكثر في عندنا بعض الشغلات ممكن تشوفوها مثل مثلا خلينا شوف لكم Depolarization Depolarization حكينا عن هالمرة الماضية طيب لو كتبحثوا عن شغلة ثانية اللي هي Refractory Period شوفو Refractory شوفو عندنا Refractory Period مشان تتوضح شوفو عندنا هون هاي المرحلة اللي هي Absolute Refractory Period اللي الخليلة يمكن تتجاوب مع أي مؤثر بغضر نظر شو كان قوتو هاي Refractory Period Refractory أو Relative Refractory Period بهالمرحلة هاي طيب لو شفنا Absolute حسنة يمكن تشوف؟ فخري اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة